أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الدعم الملكي السامي من جلالة الملك المفدى للمنظومة الصحية في مملكة البحرين أسهم بشكل إيجابي ولافت في إبراز القدرات العالية التي تبتلكها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا واستدامة تقديم الخدمات العلاجية بجودة وكفاءة عاليتين لجميع المواطنين والمقيمين معربا عن الفخر والاعتزاز بما سجلته مملكة البحرين منذ انتشار الجائحة على المستوى العالمي من نجاح باهر وتميز مشهود في الخدمات الصحية وحظي بإشادة وثناء على المستويين الإقليمي والدولي وأثنى معاليه على الجهود الحكومية والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية واعتماد الممارسات الحديثة والمتطورة في تقديم الخدمات الطبية والتمريضية وفق معايير دولية معتمدة مشيدا بالدور المحوري والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل الإجراءات والخطوات التي تتخذها مملكة البحرين للتصدي لجائحة كورونا جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة حيث أشاد معاليه بالعطاء المتواصل من قبل الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في وزارة الصحة وما يقدمونه من نموذج متميز في التفاني والإخلاص ضمن فريق البحرين وأشار معاليه لأن الاستمرار في تطوير التشريعات المتعلقة بالجانب الصحي يعتبر مسؤولية وطنية مهمة من جانبها قدمت سعادة وزيرة الصحة عرضا تفصيليا حول المنظومة الصحية الجديدة والتي ستوفر للمواطنين خدمات مميزة ومتميزة وذات جودة عالية معربة عن الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء المجلس لاهتمامهم المستمر بتحديث منظومة التشريعات الصحية مؤكدة على مبدأ التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية